موسيقى أنا حماس متضرر خدمت سبع سنين فهمتني السلع كلنا نشري فيها بالغالي الكروستاتيني كاردون تلكيك هلي كانت بـ 12600 في عام زيتة أربعة مرات ترافيك كبير في تونس في الدخان باكو الدخان يخرج من المعمل بـ 3900 يوصل لليان الحانوتي الباكو طوى قاعد يخدم طوى بـ 6000 كعبة الكيك كانت بـ 600 طوى ليه تقريبش توصل بالدينار معنى الهنية المواطن ما عادش بش يخلط اشتر الحوان تلي في المدينة العربية لكلهم سكر حماس متاعي سكرت وثمانية شهر وطوى قلبت ورستوروم نبدأ نخدم الخمسة متصبيح للعشرة متليل عشرة لاف في جيبي نهاري مره وحش بيه نمشي للجنة ونقولوا ما عملولي شهرية أنا ما عاش النجم حتى الخدمة ما عاش النجم بدني كل بالحرابش وبالزرارق وبالدوية أعطيوني شهرية بـ 130000 متع معاقين هو يقولي بوك أنتريتي يقولي بوك أنتريتي يا أخي بابا أنتريتي 700000 عمره بابا 74 سنة 700000 أنتريتي بش يعيشوا أربعة من الناس اليوم نحكيه على غلاء الأسعار وشنين الأسباب متاعه حسب رأي المواطن؟ بالنسبة للأسعار أنا عندي 7 سنين حمالي حالية حانوت حماس حماس ووكلي فيه معنات المواد غذائية معنات المواد الغذائية بصفة عامة أول حاجة الدخان الدخان اللي هو معناها متع الدولة ومعمل الدخان متع الدولة ترافيك كبير يا ترافيك كبير في تونس في الدخان باكو الدخان يخرج من المعمل ب3900 يصلي لينا الحانوتي الباكو طوى قاعد يخدم طوى بستة ألاف أغذر هامش الربح فهمتني بين 3900 وبين طوى ناخذ فيه أنا بستة ألاف وزيد أنا حماس يلزمني نبيعه بستة ألاف وخمسمائة أنا حماس متضرر خدمت سبعة سنين فهمتني السلعة كلنا نشري فيها بالغالي الكروستاتيني كاردون تلكيك اللي كانت بـ 12600 في عام زيتة أربعة مرات والليت 21900 اللي هي كعبة الكيكا تبستة ألاف وطوى قريبين توصل بدينار معناها هي اللي اهنا المواطر معةش بش يخلط التاجر معةش بش يخلط بش يشري سلعته عمر حانوت ولمواطر معةش زادة قدر بش يشري كعبة كيكا بـ 9800 فهمتني اوه give me 850 مااعدش كنت قبل نخدامنا فهمتني نحل حانوت للقمسة متع يستبيح فهمتني يجيوا العباد يفطروا السبيح يخوا واحدة ابوارف همتني متع 1250 كبيرة وكعبة كيك طول المواطن يمشي يخدم ميت بشر ما يفطرش السبيح المواطن يمشي دايخ يخدم ويروح دايخ يخدم المواطن في تونس مات معاش خالط على حد شي معاش خالط على حد شي علاش على خاطر الزيادة في المواد الغذائية الكل وفي الخضرة وفي الغلة وفي المواد الغذائية التماطم التي كنا نخذها فيها تلو كيلو حق التماطم بثلاثة وتسعمائة 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 وفي المواد الغذائية تلوح في البرد من 4.990 كيلو كل شي يزيد وتاجر نقصت عليه الخدمة ما عادش التجارة كيمقبل وصل عغلات اشترلح وين تالي في المدين العربي اللي كلهم سكر العطارة سكر ولي سكر حانوه هنا حماس متاعي سكرته 8 شهر وطول قلبت ورستورون معاش خالط باش نعمر حانوه حماس حانوه حماس لزمها كابيتال اقل حاجة 30 مليون 5 ملايين اقل حاجة دخان و5 ملايين تيكيت وكوارت و20 مليون سلعة باش نقول عندي حانوه حماس معناها الهناء فهمتني غليت برشة وهامش الربح ما عادش هامش الربح هامش الربح ما عادش على خاطر المعمل المتالكيك قاعد يغلي على الجروسيستية والجروسيستي يغلي على العطار والعطار يغلي على المواطن والمواطن كيلقاها غالية معادش يشري بما انك كنت قتل اللي انتي بدلت الحماس اللي انتي عامله برستوران ش عامل في الخبز في الرستوران نعرفوا اي مطعم يكون بحاجة خبز شني عامل في الخبز في الازمة هذي انا طوام انا اخو ما نخدمش بالباقيت نخدم طابونة بالمليوي ونخدم بالبانينة معاطة خبز شبيع ونشري فيه حاضر كعب طابونة ناخو فيها بستميه كعبة المليوي بستميه والبانينة خبز فهمتني كيف كيف الكعبة بستميه معاطة كبشناء اخو انا 30 كعبة يحسب انتي فيستميه الكعبة نخدم بهم بات معاطة نخدم بيه بي؟ معناتها أنت ما تستهلكش مواد أساسية؟ نستهلكم كما المواطنين نحنا التجار طو في تونس ماكلين العصا خاصة ما عندوش بيجي كبير ما عندوش بيجي كبير يبدأ يكل في العصاة ليل ونهار نبدأ نخدم الخمسة متصباح للعشرة متليل عشرة ليل في جيبه نهاري مره وحش بيه نخدم معاقي جيس ثاني نخدم يعني اساني نخدم يعني اسرني ماني سارخ يعني اساني رني نخدم بالإحلال حياتي قد عديتها الخدمه حتى الجيش في تونس قدمته قدمته وان خدمت العسكره والجيش في تونس وقته الارهاب يضربوا العدو موجود في تونس انا خدم الجيش فهمتني قبل عنا من 2016 خدم الجيش في تونه وقت قديم بعض الثورة والدنيا كلتها بعضها والرهاب في الأجبال انا خدمت العسكر فهمتني خدمت كل شي ومخلطش بسكلات مخلطش بش نشريها انا بسكلات خاطر عندي اخويا الكبير معاق نخدم عليه وعندي عائلة في جرتي ومي وبابا ناس كبار وانا قاعدت نخدم على عائلتي فهمتني والسلعة انا قلت لك السلعة راهي ريت في عام بركة في عام اذا يا بركة الكاردون تلكية كمالي كانت بطناش نالف وستة مئة طوى ووليت واحدة وعشرين الف وتسعة مئة معناها زادت اربعة مرات اربعة مرات في العام تمانيكة ووليت تمانيك تصور انا اليوم نمشي نشريها انا بمثال الكلام فهمتني بسطة عشنالف غدو يقول لي سبعت عشنالف بعض غدو يقول لي عشرين الف وم بعض غدو يقول لي كل يوم يزيد كل يوم هبلونا بالزادة انا ريت راسي شاي بولي مليانة صغيرة توا عمري خمسة ثلاثين سنة راسي بياض اطلو كان حزكا سكيتها تشوف راسي بياض من الزيادات هبلونا هبلونا وخاصة الاباطرة الكبار متى الدخان فهمتني فهمتني برغم مليانة بالقانون النجم ناخو رخصة متى الدخان بالقانون نمشي لللجنة لللجنة متى المعتمدية متى ببسويقة نمشي لهم عندي بتاقي عاقنا نداوي في الرازي وليت بدويات العصاب نداوي في منوبة فهمتني نمشي لللجنة وقولوا ما عملولي شهرية انا ما عاشي النجم حتى الخدمة ما عاشي النجم بدني كل بالحرابش وبالزرارق وبالدوية عطيوني شهرية بمثين وتلاثين الف متى معاقين انا نمشي لللجنة من هنا هو يقولي بوك هنتريتي تو يقولي بوك هنتريتي ياخي بابا هنتريتي 700 الف عمر وبابا 74 سنين 700 الف هنتريتي بشي عايشوا أربعة من ناس عندي أخوي الكبير معاق وانا معاق وامي مرة كبيرة وبابا رجل كبير 700,000 بش يعيشوا زوز من ناس تي ما يعيشوش واحد 700,000 700,000 انت ريت امتى بابا ما يعيشوش واحد فهمتني ما يعيشوش ما يعيشوش ناس تاعب عايشين واكا واكا فهمتني نقرأوا في كلام ربي نهار كامل واكا كلمة الحمدولة ديما في فامنا واكا ولين ولين تحذر سيعت